جرائم وانتهاكات مرعبة يتعرض لها المختطفون في السجون السرية لمريشيا الحوثية والتي لم تبقي وسيلة تعذيب إلا واستختمتها بحق أبناء اليمن وهو ما وثقته تقارير حقوقية عدة صلطت الضوء على التعذيب النفسي والجسدي للمختطفين في سجون ومحتقلات الحوثيين تحالف رصد وثقت عرض 1635 مختطفا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأقسى أساليب التعذيب المفضي إلى الموت داخل سجون المريشيا الحوثية بينهم 109 أطفال و33 امرأة و78 مسنا موزعين على 17 محافظة يمنية التقرير كشف إصابة بعضهم بشلل كلي ونصفي ومنهم من أصيب بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية فيما البعض منهم فارق الحياة داخل زنازين لا ترى فيها العين سوى صياد التعذيب كما رصد التقرير وفاة عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج بالإضافة إلى أن عددا منهم تعرضوا للتصفية الجسدية وآخرون دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار العاصمة صنعاء سجلت أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل سجون الحوثيين بواقع 430 حالة تعذيب جسدي ونفسي لمختطفين مدنيين بينهم 12 طفلاً وثماني نساء و12 مسناً فضلاً عن 48 مختطفاً تم تعذيبهم حتى الموت وفي حجة فقد رصد التقرير 161 حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها مختطفون داخل الزنزين تلتها محافظة إب بواقع 113 مختطفاً تعرضوا للتعذيب الوحشي توفي منهم 37 مختطفاً تحت صياد التعذيب بينهم ثلاثة أطفال ومسنان ورصد التقرير 110 حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون بحق مختطفين في محافظة الحديدة و71 في تعز و48 في الظالع و31 في محافظة عمران هذه الأرقام المرعبة ما الصداعات المنظمات والتقارير الحقوقية توثيقه وتسجيله داخل سجون وزنازين الميليشية الحوثية بينما الحقيقة تؤكد أن ما خفيا كان أعظم